خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لزمالنا محمود جميل وانتبع مع تطورات وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة صباح الخير عليك يا محمود صباح الخير عليك يا جمانة صباح الخير عليك يا محمد بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان الحياة الجهود المصرية مستمرة فيما يتعلق بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة خاصة مع يعني أو في حلول عيد الأطحى المبارك لكن يعني احنا يتبقى على الجانب الآخر أنه لازال الاحتلال الإسرائيلي بيواصل كل الإجراءات التعصفية اللي بتمنع دخول وصول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وطبعا قطاع غزة وأهالي قطاع غزة في حاجة كبيرة في هذه الأيام خاصة في عيد الأطحى المبارك إلى مزيد من المواد الغذائية وإلى مزيد من المساعدات الإنسانية نظرا لتدهور الأوضاع بشكل كبير جدا داخل قطاع غزة سواء كانت الأوضاع الصحية أو حتى الأوضاع الكارثية احنا بنتكلم النهاردة ثالث أيام عيد الأطحى المبارك مفيش دخول للشاحنات لحد هذه اللحظة على الرغم من أن في شاحنات مصطفى أمام بوابة معبر رفع البري تمهيدا للدخول وبعض الشاحنات الوقود مبارح كمان ما كانش فيه أي دخول للشاحنات وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في منفس كرم أبو سالم منعت دخول الشاحنات على الرغم أيضا من أنه كان فيه أكتر من عشر شاحنات وقود بالإضافة إلى مئات الشاحنات اللي بتجهزها مصر يوميا في الساحة الخارجية لمعبر رفع ده بخلاف طبعا الشاحنات اللي موجودة من خلفي في مدينة العريش واللي موجودة بآلاف الشاحنات بخلاف آلاف الشاحنات اللي موجودة أمام معبر رفع البري لكن لازال الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول هذه الشاحنات حتى هذه اللحظة السبب مش بيكون معروف قد ما هو طبعا الإجراءات التعصفية المتواصلة أنه يعني يضيق الخناق على الأهالي في قطاع غزة بمنع وصول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لكن الجانب المصري يعني لا يتدخر جهدا في تجهيز أكبر عدد من هذه المساعدات كان من يومين الجيش الإسرائيلي أعلن عن وجود هدنة تيكتيكية تسبح بدخول المساعدات أو حتى وقف مؤقت للعمليات العسكرية لكن ده لم يحدث إطلاقا ويتنافى تماما مع الصورة على أرض الواقع على العكس تماما من إمبارح صباحا وحتى مساء أمس كانت الأعمال القصف مستمرة في مدينة رفح الفلسطينية وكنا بنسمع دوية الانفجارات الموجودة سواء القصف الجوي أو حتى القصف بيئة دبابات المتوجلة في معبر رفح من الجانب الفلسطيني وكنا بنسمع طبعا دوية الانفجارات وبنشوف أعمدة الدخان القريبة من معبر رفح من الجانب الفلسطيني وده اللي أكده كمان المفاوض العام لوكالة الأونر والسيد فليب لازاريني إمبارح أكد أن العمليات العسكرية متواصلة في مدينة رفح الفلسطينية وفي جنوب قطاع غزة ولم يتغير أي شيء على عكس تماما اللي قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هيكون فيه هدنة تيكتيكية من وقت ما تم الإعلان عن الهدنة تيكتيكية وفي قلة عدد دخول المساعدات مستمرة منذ إعلان الهدنة تيكتيكية لحد هذه اللحظة وهناك ضعف كبير جدا في وصول المساعدات للجانب الفلسطيني في قطاع غزة كمان إمبارح وكالة الأونر وكانت أكدت أن غزة أصبح أخطر مكان في العالم بالنسبة لعمال الإغاثة وأكدت كمان وكالة الأونروا أنه تم قتل ما يقرب من 193 من عمال الأونروا وده أكبر عدد قتلى في تاريخ الأمم المتحدة فده بيشير إلى أن للأسف قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم فيما يتعلق بالعمليات العسكرية أو حتى عمال الإغاثة الخاصين بوكالة الأونروا مش قادرين أنهما يؤدوا عملهم بسبب طبعا كل عمليات القصف المستمرة فعلى أي حال الجهود المصرية الحقيقة مستمرة حتى في الجهود الدبلوماسية والسياسية وفقا للمصادر رفيعة المستوى التي صرحت منذ يومين أن هناك اتصالات مكسفة من قبل مصر ومستمرة للوصول للمصار التفاوضي والوصول إلى القبول بهدنة ووقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة مصر مستمرة في تجهيز مزيد من المساعدات حتى سيارات الإسعاف متواجدة أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري لأنه في أي وقت هيتم تشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني هيتم طبعا استكمال الخدمات اللي كانت بتقدمها مصر في استقبال المصابين والجرحة وإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية دي الصورة وبرجع لكم في الستوديو جمانة ومحمد مراغ كل الشكر ديك محمود جميل وعيد سعيد عليك شكرا على كل المعلومات اللي قدمت هنا حوالين تطورات وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة شكرا على المشاهدة